موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي أيها المشاهدون أيها الموالون جميعا ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى موقف من مواقف القيامة ومنزل من منازل القيامة وهو تطائر الكتب أو ما نعبر عنها بصحيفة الأعمال أو صحائف الأعمال ولهذا أنت في التلقين ماذا تقول أسمع وأفهم يا فلان في آخر قيد أن الله سبحانه وتعالى نعم الرب وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن علي والأئمة من ولده نعم الأئمة إلى أن توصل يتقل له أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن علي والأئمة من ولده حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير في القبر حق وأن الصراط حق وأن النشور حق إلى أن توصل وأن تطائر الكتب حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور تطائر الكتب موقف من المواقف يدخل فيه الإنسان يرى كتبا تطير كتب تطير كل واحد في العالم من عهد آدم عليه السلام إلى آخر بشر يموت له كتاب له صحيفة أعمال تطير هذه مسجلة فيها صحيفة الأعمال مسجلة فيها جميع أعمال الإنسان الصغيرة منها والكبيرة يدخل الإنسان يشوف الكتب طائرة تنقسم الناس هنا ثلاثة أقسام بعضهم من يأقذ كتابه بيمينه هذول أخوه شوادم هذول أهل الجنة طبعا يدخلون إلى الجنة متنعمين أصحاب الميمن هذولي أصحاب اليمين وبعضهم من يأخذ شماله من يأخذ كتابه بالشماله والعياذ بالله يأخذ كتابه بالشماله هؤلاء من أهل النار من أهل الحميم من أهل العقاب والعذاب والعياذ بالله الثالث يأخذ كتابه من وراء ظهره يأخذ كتابه من وراء ظهره هذول أهر سقر هذول في الدرك الأسفل من نار جهنم أشلون يأخذ كتابه من وراء ظهر يعني هيك مدئيدة بيد اليسرى الشمال يأخذ كتابه من وراء ظهر كيف يأخذها أكو رأيين في سورة الانشقاق على ما أظنها سقرالك الآية أنا موجودة أشلون يأخذ كتابه من وراء ظهره الرأي الأول يقول العمام الصادق عليه السلام يده اليسرى تدخل من بطنه إيد اليسرى الله يدخلها من بطنه تدخل من بطنه وتخرج من ظهره ويأخذ كتابه من وراء ظهره هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا الرأي الثاني إيدية يده يرتبط يقيدوهما يقيد اليدين تقيد إلى العنق يشدون إيدية برقبته وينطون الكتاب من وراء ظهره هكذا مولانا واضح هذا أشد عذابا هذا في الدرك الأسفل إذا النوع تدخل إيده من بطنه وتخرجه من ظهره ويأخذ كتابه والبعض يقول لا إنما تقيد اليد إلى العنق إلى الرقبة ويأخذ الكتاب من وراء ظهره هذه ثلاث أنواع إن شاء الله سأفصلنا خلال البحث أحد المواقف المخيفة والشديدة ومولانا المهولة على الإنسان هو هذا الموقف صحائف الأعمال أو صحيفة الأعمال أو تطائر الكتب يقول الله وإذا الصحف نشرت نشرت ونشرت كل القرأتين صحيحة وإذا الصحف نشرت وعندنا آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسير وينقلب إلى أهلك مسرورا هذا أهل شنو أسأشرح حائلة كان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا يصلى سعيرا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا كان يوم القيامة دفع أو دفع إلى الإنسان كتابه دفع ثم قيل له اقرأ اقرأ كتابك قلت فيعرف ما فيه أو فيعرف ما فيه فقال إن الله يذكره فما من لحظة إن الله يذكره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل صغيرة وكل كبيرة تسجل علي كل شيء مولانا حتى الصفير أو كبعض الناس دائمين صوفر عنده صفير هذا مني صوفر بالفم اكتبون الملائكة الثنيين رقيب وعتيد عتيد ورقيب اكتبون صفير وعلى الله التفسير هذا كان صفيره لله للرحمن أو للشيطان هذا العلم عدم عند الله جل وعلا لا يعزب عن علمه شيء في هذا الكتاب مدون مسجل زين بعد مولانا الكريم أيضا الرواية المفصلة في كتاب حق اليقين رواية جميلة جدا اسمعني يا العلم مولانا الإنسان إذا أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآن قرأنا في سورة الانشقاق وينقلب إلى أهله مسرورا هذا يا أهل أهله إذا كانوا من المؤمنين زوجته أطفاله بناته إذا كانوا من المؤمنين يدخلون الجنة فإذا دخلوا الجنة ينقلب إلى أهله الذين هم في الجنة ينقلب يعني يرجع ينقلب إليهم مسرورا ولهذا نحن عندنا الله يخلق حور العين حور العين الله يخلقه يخلق من أعمال الإنسان لكن المقدم على حور العين إذا رجل كان في الجنة وزوجته أيضا في الجنة هو في الجنة وزوجته أيضا في الجنة الله سبحانه وتعالى يجعل زوجته حور العيل له علي تكون مؤنسة له في الجنة وكانت مؤنسة له وين في الدنيا ودحمه لنا خلق أغرأ لك الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه روال حسين بن سعيد في كتاب الزهد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب فعرت ذلك ما ينكر يعترف فيقول قد غفرتها لك هذا أبو اليمين قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات فيقول الناس سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة هذا ما عنده ولا سيئة وهو قول الله عز وجل وهو قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا السائل سأل الإمام الصادق يقول قلت أي أهل يرجع لهم مسرور أي أهل قال الإمام الصادق أهله في الدنيا هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين إن كانوا مؤمنين أهل اللي بالدنيا يسيرون أهل وين في الجنة قال وإذا أراد بعبد شرا حاسبه على رؤوس الناس وأعطاه كتابه بشماله وهو قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهلي مسرورا قلت أي أهل يقول سألت الإمام أي أهل قال أهله في الدنيا قلت قوله إنه ظن أن لن يحور يعني أن لن يرجع هذا ظن أنه لا يرجع أو بالفعل وأضع مرانا إذن هذا بالنسبة إلى المنافقين والكافرين والمشركين وقتلت الأنبياء وقتلت الأئمة المعصومين كالشمر بن ذل جوشن وكابن ملجم كجعدة بنت الأشعث هؤلاء كالذي قتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها كالذي قتل الإمام السجاد قتل الإمام الباقر الإمام الصادق هؤلاء يأخذوا كتابهم وكتبهم من وراء من وراء ظهورهم ولهم الويل والثبور ولهم عذاب شديد وعقاب أليم تطول مدته ويدوم مقامه وضع مولانا هذا بالنسبة إلى الحساب أو تطائر الكتب مولانا طبعا أكو أعمال تهون على الإنسان زين وتعطيه الأمل وبعض الناس وللأسف ينكروا ذلك يقول له إلهي أنا ما عملت كذا الله يقول له أنت لم تصلي أنت كذبت أنت سرقت أنت زنيت أنت صنعت كذا قتر ذبحت كذا يقول له إلهي لا أنا ما سويت ينكر الله يقول عندي شهود عليك عندي شهود عليك أين المفر أكو شهود يشهد على أن أنت صنعت هذه فعرت هذه الأعمال بأجمعها كل هذه الأعمال موجودة عندك شنو هذه الشهود أول شاهد أول شاهد من الشهود يوم القيامة الله جل وعلا أكو شاهد أعظم من الله الله جل وعلا هو أول شاهد على بني آدم الله يسهل ويحاسبه لأن الشاهد هو الحاكم الشاهد يوم القيامة هو الحاكم هو ناظر أينما تولوا فثم وجه الله أتفر يمين أو شمال في قمم الجمال في قعر البحار الله موجود ويراك ويرعاك ويشوفك ماكو مفر نحن في محظر في مرعى ومنظر من الله جل وعلا أستاذ كان عنده طلاب أو عنده طالب صغير يحترمه كثيرا تدرن الأستاذ إذا عنده طالب شاطر ذكي يحترمه يحبه يحترمه كثيرا فاعترضت الطلاب عليه قلوا لي يا أستاذنا أنت ليش تحترم هذا الطالب أكثر طالب هو يحترمه يحبه يقدره قلهم لأن هذا الطالب هذا أذكى من غيره ذكي شاطر مؤدب قالوا له وما دليل أنه شاطر أشطر منا قلهم نجرب شنو التجربة وقف في الصف الأستاذ قالهم غدا كل واحد منكم أيها الطلاب فليذبح طيرا في مكان لا يراه أحد يذبح طير في مكان كل ما حد يشوفه ويجيب الطير مذبوح زين هس الأبو يروح يذبح مثلا يذبح في مكان كل ما حد يشوفه راحوا الطلاب في اليوم الثاني كل من جايب لي طير مذبوح هذا الدجاجة هذا كذا كلهم ذبحين أجه هذا الولد الطفل الطالب المحترم اللي دائما الأستاذ يحترمه جايب لي دجاجة ما مذبوحة حية عدلة مو ميتة أعطاها بيد الأستاذ قال لولدي لماذا لم تذبح الطير لم تذبح الدجاج قال لي يا أستاذ أنت قلت أن تذبح الطير في مكان لا يراكم فيه أحد وأنا أينما توجهت وأينما ذهبت لم أرى مكانا خال من الله جل وعلا الله يراني يسمعني وهو موجود ولهذا لا أستطيع أن أذبح في مكان يراني الله فيه لأن أنت قلت أذبح لا يراكم فيه أحد قال لهم أرأيتم هذا شاب ذكي طالب ذكي مؤدب واذا حماراني إذن الله هو الشاهد يوم القيامة أكو واحد يقول لا الله أنت ما تشت موجود والعيذ بالله لا الله موجود الله شاهد وحاكم هذا أول شاهد من الشهود ولهذا نحن عندنا يوم القيامة من أسمائها يوم الأشهاد تطلع الشهود من جملة الشهود الأنبياء كل نبي يشهد على قومه عيسى عليه السلام على قومه موسى عليه السلام على قومه إبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام لوط عليه السلام سليمان داود آدم كل الأنبياء صالح هود كل الأنبياء يشهدوا على أقوامهم وأممهم والدليل الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من كل أمة بشهيد شاهد عليهم يشهد على قومه أي اثنين الثالث الشاهد الثالث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي الأكرم يقول الآية الكريمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا شوفوا الأهمية مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يقول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هس على هؤلاء ياهم أكو آراء متعددة البعض يقول النبي الأكرم شاهد على كل الأقوام من عهد آدم إلى آخر بشر يموت لأن الله خلقه قبل خلق الخلق بألفين عام لا يعلم أمن أعوام الدنيا أو أعوام الآخر واضح مولانا العزيز هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا يقول لا إنما هو شاهد علي من على الأنبياء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد اللي هم الأنبياء وجئنا بك على هؤلاء يعني على الأنبياء هذا الرأي الثاني على الأنبياء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رسول الله يكون شاهدا حتى على الأنبياء لعظمة رسول الله لأنه سيدهم لأن النبي سيد الأنبياء زين بعد من الشهود مولانا الشاهد الأول الله الشاهد الثاني الأنبياء الشاهد الثالث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد الرابع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه المجمعين الأئمة إمام كل زمان شاهد على أهل ذلك الزمان لأن لا تخلو الأرض من حجة ولا تخلو الأرض من إمام بعد رسول الله إما حاضر وإما غائب في كل زمان حجة هذه الحجة لو نبي لو إمام الآن نبي ما عدنا لأن خاتم الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن نحن عندنا أئمة الإمام عليه عليه السلام يشهد على أهل زمانه الإمام الحسن الإمام الحسين إلى أن نوصل الشاغد وإمام زماننا علينا في هذا الزمان الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدى وعجل الله فرجه وسهل مخرجه ليش لأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إذن لكل زمان إمام ولهذا نحن عندنا في كل ليلة جمعة بعقيدتنا نحن شيعة في كل ليلة جمعة تُعرض أعمالنا على إمام ذلك الزمان الآن إمام زماننا تُعرض أعمالنا ليلة جمعة للإمام سلام الله عليه فإذا أخذ صحيفة أعمالنا خلال الأسبوع يقرأها يقرأ فيها عبادة صلاة زيارة الإمام الحسين يستأنس فيفرح فيدعو إلى صاحب العمل وتعرف دعاء الإمام المعصوم مستجاب لكن إذا شاب بمكسرات وذنوب ومعاصي مولانا زين بيسرق بكذا بيكرشي مولانا مما لا يرضي الله جل وعلا يحزن الإمام فيبكي ينكسر قلب الإمام سلام الله عليه وتعرض ما ذنبه الذي يكسر قلب إمامه واضح مولانا إذن تعرض أعمالنا على الأئمة المعصومين إمامه كل زمان هو شاغد يوم القيامة علينا واضح مولانا هذا من الشهود الرابع الخامس مولانا من الشهود الملائكة الملائكة من الشهود الله سبحانه وتعالى وكل علينا اثنين من الملائكة الملائكة المقربين رقيب وعتيد عتيد أبو اليمين ورقيب أبو الشمال إن شاء الله نشرح ذلك لكم في الحلقة الآتية ونذكر لكم بقية الشهود بحول الله وقوة ونشرح قضية الملائكة بشكل أوسع بحول الله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة